سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم وبقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي صلطة لسان العصفور بطريقة سهلة وطيبة وصحية بطريقة خاصة إن شاء الله جربوها وتعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هاي زارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة نزل بيها فيديو جديد نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل لعمل هذه الصلطة أكيد رح أحتاج إلى لسان العصفور هذا هو شكله نوع من أنواع المعكرونة تكون حباتها صغيرة أكيد مصنوع من القمح القاسي رح أستخدم كوب واحد فقط من لسان العصفور طبعا رح نتعامل وياك إنما هو معكرونة عادية رح نسلقه بنفس الطريقة رح نجيب قدر ونخلي بيها كمية من المي وننتظر المي إلى أن يبدي يغلي رح نضيف لرشة من الملح ورشة من زيت الزيتون بعد أن يغلي عندنا المي رح أضيف المعكرونة الصغيرة أو لسان العصفور وننتظر إلى أن تستوي بالكامل انتظرتها تغلي تقريبا عشر دقائق بعدين فحصتها منشفتها استوت صفيتها من المي وغسلتها بمي بارد وتركتها على جنب يعني تتعاملون وياك إنما معكرونة عادية طبعا هناك عدة طرق لعمل صلطة لسان العصفور جربت أغلبها بصراحة وأبد ما عجبتني فقررت أسوي صلطتي الخاصة طلعت ويايا كلش طيبة إن شاء الله جربوها وتعجبكم بعد أن صفيتها من المي الحار قلت لكم وسلتها بمي بارد وتركتها إلى أن شوية تبرد بعدين خليتها في وعاء وراح أجيب مجموعة من الخضروات استخدمت شوية من الذرة المعلبة طبعا غسلتها مساء للحفظ وحبت فلفل شوية من الزيتون الشرائح حبت إخيار وحبت جزر برشتها بالنسبة للزيتون فتحبون الأصفر أو الأسود حسب رغبتكم رح أضيب كل هاي الخضروات فوق لسان العصفور لتدبيل الصلطة استخدمت ملعقة ينطعام من زيت الزيتون مع ثلاث ملعقة طعام من الكجب رح ينطيها فد نكهة كلش طيبة هذه ثلاث ملعقة قديرية من الكجب رح أضيف أيضا ملعقة شاي من الكمون وملعقة شاي من الملح طبعا أكيد الملح نضيفها شوية شوية إذا شفناها تحتاج ملح نزيد لها رح أخلطها وبعدين أضيف لها شوية من الحامض طبعا نحاول نبتعد عن عصير الليمون حتى لسان العصفور يعني ما يعجن لذلك ضفت شوية من الليمون دوزي أو ملح الليمون كمية قليلة فقط حتى تنطيها نكهة حامضة طيبة رح أخلطها السماء بعد وطبعا نذوقها فيما لو تحتاج ملح تحتاج شوية حامض هي ما تكون كلش حامضة لكن نخلي شوية حموضة حتى تنطيها فد نكهة طيبة صدقوني حتطلعوا إياكم روعة قدموها وهي باردة طبعا إذا حبيتوا تحفظوها بثلاجة يومين ثلاثة بس خلوها في حافظة مغلقة أبد ما عديها شي تبقوا إياكم مثل الورد هذا شكلها في صحن التقديم طبعا من الصلطات اللي رح يتجربوها ومتأقدر رح تعجبكم كلش منعشة وكلش طيبة وصحية وغنية بالفوائد إن شاء الله جربوها وتاكلوها بألف صحة وعافية أذكركم أكو بالقناة ألبوم يحتوي على أكثر من 30 وصفة للمقبلات إن شاء الله جربوها وتعجبكم هذا كل ما كان عندنا اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء